التساعة صباحا وموادنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا جمعنا التساعة بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية شمل القرار الجمهوري كل من هشام فؤاد محمد عبد الحليم قاسم أشرف قاسم أحمد أحمد سمير عبد الحي علي طارق النهري حازم حسن عبد الرؤوف خطاب حسن طارق محمد المهدي صديق خالد عبد المنعم صادق صابر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد وفي تدوين له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي هنأ رئيس السيسي الشعب المصري دعين المولى عز وجل أن يجعله عاما خير ويمن وبركات على الجميع صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد يوم بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن المقرر أن يناقش المجلس ومنتهت إليه اللجنتان المشكلتان بخصوص اقتراحتهما للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي ومن المقرر أن ينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة الثامنة عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرع عنه هذا وسيصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح من انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني أكدت الرئاسة الروسية رفضها القاطع لتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفين بأن موسكو غير مهتم بالدبلوماسية والمحادثات مع أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكراملين ديماتري بيسكوف إن وجهة نظر المسؤول الأمريكي خاطئة تمامة وفي سياق متصل قال بيسكوف أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن وذلك في أعقاب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي عتني بلينكين أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل مزينتساف عن انفجار لغم بحري بسفينة بخوث أوكرانية في مصب نهر الدانوب وقال المسؤول الروسي إن خطر القصف والألغام لا يسمح لسفن بالإبخار إلى عرض البحر وحملت روسيا في وقت سابق الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تواصل مع حاكم ولاية كينتاكي أندي بيشير للحديث حول الفايدانات المفاجئة في الولاية التي دمرت المجتمعات وتسببت في انقطاع الطيار الكهربائي وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن بايدن بحث مع حاكم الولاية تقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية للمواطنين في كينتاكي في أعقاب الفايدانات المدمرة كانت الفايدانات اجتاحت شرق ولاية كينتاكي الأمريكية إثرى هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الأمنية تصدت لهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في بغداد وقال المصدر أن عناصر تنظيم الإرهابي شنوا هجوما في قضاء طارمية شمالية على عاصمة البغداد مؤشرا إلى أن القوات اشتبكت معهم وتمكنت من إبعادهم ولا ذو بالفرار قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة وبدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها وتم تركيب الكسوة الجديدة المكونة من أربعة جوانب مفرقة وسطارة البهب حيث رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة إلى حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم نهاية مجازة تسعى نعود استكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل